حيكم الله ومشاهدين ومتابعين إنما كنتم في الفقرة الطبية وسنناقش فيها موضوع عن الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية وتعتبر مشكلة الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية خطيرة جدا حيث تؤثر على قدرة هذه الأدوية في مكافحة العدوى مما يتسبب في زيادة مقاومة البكتيريا كما يمكن أن يؤدي استعمال الخاطئ إلى فقدان فعالية المضادات الحيوية وظهور بكتيريا مقاومة مما يعقد عملية العلاج ويعرض الأفعاد لمخاطر صحية إضافية تماما فأهمية التوعية بهذا الموضوع اخترنا أن يكون موضوعنا في الفقرة الطبية حيث يلعب استخدام المضادات الحيوية دور كبير في المحافظة على فعليتها وتقلل من خطر المقاومة البكتيريا عموما المتزايدة للحديث أكثر عن ذلك سننا نرحب معنا في الستوديو بالصيدلانية مرام عفنا أهلا فيك ست مرام أهلا فيك مرحب شوية نوصونة يمكن عرفنا مضادة الحيوية وكيفية عملها لكن حابين نسمع منك المضادة الحيوية هي مجموعة التركيب بتشتغل على أنها تقضي على الأشياء الحية الموجودة في جسمنا الناس بفكر أن المضادة الحيوية بس بكتيرية لكنها تقضي على الفطريات وكيفية عملها في جسمنا فهي بتشتغل يا إما أنها تدمر جدار الخلية يا إما أنها تدخل جوا على الخلية وبتتخربها من جوا فهذا هو المضادة الحيوية في كثير من الأشخاص يحصل لهم أي حاجة يروحوا على الطول ياخدوا مضادات حيوية بدون استشارة أي طبيب أو بدون وصفة طبية ما تأثيرت ذلك؟ حسنا لا تريد أن تتحدث عن الموضوع لأنه جد الناس يفكرون أنه مشكلة استعمام ضادة الحيوية إنه شي عادي دوا بأخده وخلصت فكت لكنه له كثير مخاطر للمستقبل الناس لا تستطيع أن الأجيار القادية إذا ما نظلنا ماشينا على هذا الوضع ما رح يلاقوا مضاد حيوي يعالجهم هلا اللي بصير أنه في مصطلح علمي اسمه مقاومة البكتيريا إحنا بس ناخد ضادات الحيوية بطريقة عشوائية مثل ما يصير هلا بدون وصفات طبية اللي بصير أنه البكتيريا هاي عم تتعرف شوية شوية عددواء اوكي إحنا عم نقتل أغلبها لما ناخد مضاد الحيوي بس عم بيضل في نسبة ضئيلة عم تتعرف له وتقوي جهاز المناعة تباعها لحتى تقامه فهذا كمان بدل أن في كتير مضاد الحيوية كانت موجودة زمان ما عاد استعمالها هلا إنها ما عاد عم تشتغل فهم بيبين مخاطرها ويمكن الناس حتى بيوصفوها لوحدهم معرفين أنه قوتها هذه الآن بطلت انفاع معايا يستنى القادمة أنا من واحد يجيبوا شيئة وعاكيفهم صحية أيضا من الحاجات الغلطة اللي بتحصل أنه في ناس بيأخذوا كورس مضاد حيوي في فترة شوية يحس أنه تعافى يعني صحاته تحسنة يتوقف عن استخدامه أو إكمال الجرعاء ما هي مخاطر هذا الإجراء هل أفرض أنه أنا في عندي بكتيريا قسمها إكس وموجود عندها عندي بجسم جسمي 90 وحدة منها هل أنا لما أخذت المضاد الحيوي 30 إحدا حستني أنه أنا مريضا لما أخذت المضاد الحيوي مفروض إخده خمس أيام أخذت ننتصائم ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام صارت عددهم من 30 إلى 12 هذه الـ 12 ما عاد حستني إنه أنا مريضة بس هلไม يعني إنه البكتيريا راحت على الاخر فهلستتها موجودة عندي هذه الاثنائش هي اللي بتكون تعرفت على المضاد الحيوي وأنا وقفته ما كملت وبلش تقوي جهاز المناعة إلها فالأجيال القادمة من هذه الاثنائش رح تقاوم المضاد الحيوي اللي أنا أخدته وهون ببلش خطر مقاومة البكتيريا لأنه لما أنا أرجع بدي أخذ هذا المضاد الحيوي المرضى القادمة حلقي حالي ما استفد فرح حول اللحة علي عمضاد حيوي تاني فهذا بدل على أن صار في عندنا غلط مضاد الحيوي الأول وهون مصطلح مقاومة البكتيريا ببين حبيت الوصف طبعاً بطريقة تكسالة جداً يعطيك العافية لو نتحدث عن تأثير استخدام المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا أو نزلات البرد على فعاليتها في المستقبل كيف تؤثر المضادات الحيوية؟ هلأ إحنا فصل الشتاء وأغلب اللي عم بيصير معنا الفيروسز الإنفلونزا الكومن كولد هذول فيروسز الفيروس شيء تاني عن البكتيريا الفيروس ما عنده كتير إشياء اللي هي تشتغل على المضاد الحيوي في المضاد الحيوي رح يمرق مروق السلام جنب الفيروس ما حيتعرف عليه ولا رح يقضي عليه بالمقابل إحنا أخذنا المضاد الحيوي هاد رح يروح شو يعمل يقتل بكتيريا النافعة اللي ما بيعرفوا الناس إنه البكتيريا أوقات بتكون صديقتنا وإحنا محتاجينها بجهازنا الهضمي لصحة جلدنا حتى ما يطلع عنا فطريات ومشاكل تانية في المضاد الحيوي اللي إحنا أخذناه وإحنا مرشحين رح يقتل البكتيريا إحنا محتاجينها فوقتها ببين مشاكل الإسهال وسوء الهضم القلون مشاكل القلون بسبب سوء استعمال مضاد الحيوية خلال فترة الرشح كيف لازم يتصرف المريض بهذا الحالة؟ بس لنعرف مريضنا إنه هذا فيروس الكومين كولد الإنفلونزا عم بتحسها هي مجرد فيروس حتى لو ارتفعت حرارتك بدك تصبر من ثلاثة إلى خمس أيام إذا حالتك ما عم بتزيد سوء وقتها ما في داعي أبدا ناخد مضاد حيوي ناخد فيتامين سي خافضات حرارة نشرب مشروبات ساخنة بس بيكون كافي أن الفيروس ما له علاج بده ياخد وقته بجسمنا لحد ما مناعتنا هي تقاومه لحالها في ياريت تكون في توعية أكتر لهذه الشغلة جميل طب يعني هل في سيدة لانية أنتي أكيد بتعرفي حاجات بتحصل في الشارع نحن بنعرفهاش وهي بتكون تداولات طبية ربما خاطئة إذا ممكن تذكري لنا بنا أكيد مثلا في أمهات بتقول أنا بدلح ابني من أولها ما بدي أستنى شفت عليه حرارة أو شفته سعل خلاص رح أنزل على الصيدلية وأشتري مضاد حيوي ما في جسم ألاحقه من أولها لا أصلا حتى البكتيريا لو عفرض ابنك صار معاعدة بكتيرية أنت لما عم تاخديها لسهي ما هلأ البكتيريا في عندنا مراحل نمو إلها بعدها متثبت إحنا منفروض نبلش ناخد مضاد الحيوي بمرحلة الثبات فأنتي عم تاخدي مضاد حيوي هلأ يمكن أصلا جسم جسمك أو مقاومة أو مناعة ابنك تقضي على البكتيريا وهي بهاي المرحلة ما في داعي عطول أنت تيجي وتاخدي مضاد حيوي فحتلاقي ابنها بعد فترة مناعته قلت أنه جسمها متعود جسم الطفل تعود أنه رح أخذ هلأ الدوة فما في داعي أقاوم فحتلاقي مناعة ابنها قلت ورح تلاقي كمان لقدام مضاد الحيوي هذا ما عاد يشتغل مع ابنها ست مرام أكيد أنت صيدلانية وعرفة التداولات الطبية الشائعة التي تؤدي إلى استخدام الغير الصحيح لمضادات الحيوية ما هي؟ شوفي هاي أكتر شغلة أنا بعنيها كصيدلانية مع حب الشباب أفرد دائما الناس فكروا أنا عندي حب شباب يعني لازم أنزل على الصيدلية أشتري مضاد حيوي لأن حب شباب بكتيريا ما منعرف أنه مثلا أغلب حب شباب لا مو بكتيري سبب فيه دهنيات فيه استرس فيه كتير أسباب ممكن كمان حتى إذا بناخد فيتامينز بطلع عن حب شباب فروحوا بيشتروا عطول أنتيبيوتك لعلاج حب الشباب مع أنه ما بيكون هو سببها هلا منلاحظ بعد فترة أو فيه كتير بالسوء كان فيه أنه علاجات قديمة يعني أنا قدي أصر لي متخرجة خلينا نحكي خمس سنين أول ما اشتغلت بالصيدليات كان فيه أدوية لعلاج حب الشباب فيها مضادات حيوية وكانت شغالة وكونوا نبيعها بكثرة هلا مثلها مثل اللي ملبس عم يأخذوها الناس ما عم يستفيدوا ما عم بلاقوا فايدة عليها وحتى في كتير أدوية منها انسحبت هذا بدل عائش أنه بس بل خمس سنين في كتير أدوية كانت موجودة وتنباع بكثرة هلا ما عم تشتغل أبداً فهون ببين خطر الاستعمال هيكل العشوائي للمضادات الحيوية اللي نحن نصير أطباء أنفسنا يفترض هذا كلها ما تنشيش لبوصفات طبية اللي ما بتتأخذ بوصفات طبية يمكن بس البنادولة والفراسيتامون بالضبط خافضات الحرارة حتى مشكلة الفيتامينز صحيح طيب لما بتتكلم أنت في الموضوع حسينا فعلا بخطورته وخطورته حتى على الأجيال القادمة يعني يا ابناء أنا مش معقول أنه كمان يعانوا من هذه المشكلة وليبعديهم وليبعديهم بالضبط فكيف ما فيش حصل توعية من قبل ليش ما سمعناش بهذا الموضوع من قبل إن قابة صيادلة مثلاً مشتغلاتي مفروض أنه يكون فيه توعية أكتر لهذه الشغلة لأنه جد الناس مثل ما بحكي لك هي جد شيء كثير بخوفة مثلاً أنتو عم تنزلوا على الصيدلية ما تلاحظتم مرة صيدلاني حكا لكم والله هي تركيبة مضاد حيوي جديدة من سنين ما سمعنا هاي الجملة مضادات الحيوية هي هي صار لها في مثلا مضاد حيوي مثل البنسلين الأموكسيسلين ما عد اشتغلت ما عد إلها وجود ما عد الناس بطلبوه صارع مضاد الحيوي الأقوى فأنتم مستوعبين مثل ما صار بالبنسلين والأموكسيسلين هاي المضادات الحيوية برضو رح تيجي فترة ما رح تشتغل مثل ما تلكم ما فيه تصنيع أو تحديث أو تطوير المضادات الحيوية ما فيه اكتشافات جديدة فأنتو تكونوا مستوعبين أنا مثلاً ممكن بعد عشر سنين ما عد اشتغل ماي وكتير بجيني زباين بدهم يأخذوا دوالي فلاني وبقولوا لي ما عم بشتغل أنا عندي مثلاً اتهاب مسالك بولية ما عم بشتغل ولا مضاد حيوي بروح بيفحصوا بالمختبرات بيعملوا زراعة للبكتيريا وبيلاقوا إنه بس في ممكن نوع أو نوعين بسوء أو بس بالمستشفيات اللي بيشتغل معهم غير هيك لا سيد مرام كيف يمكن تعزيز التوعية إذا حول استخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ببرامج مثل برنامج حضرتكم شكراً كتير أواشين حبيتوا تحكوا بالموضوع كمان لو يكون في مبادرات من الدكاترة أكتر من الصيادلة أكتر استيدلاني بموقع وما يرضى أنه يبيع مضاد حيوي بدون وصفة لا أذهب إلى الدكتور أعطيني وصفة أنه أنت فعلاً محتاج للمضاد الحيوي هذا هو العادي في باقي دول العالم للأسف نحن عنا لا عادي من بيع مضاد حيوي عشوائي مفروض يكون في وصفة طبية من خلال الطبيب للمضاد الحيوي نصيحة أخيرة تحب توصلين أخلاف؟ نصيحة أخيرة جد في مقاومة البكتيريا موضوع جدي اقرأوا عنه وشوفوا إيش مخاطره للمستقبل تماماً يتكالف عافية السيدة لأني مرام عفانة شكراً لك على تبسيط كل هذه المعلومات فيما يتعلق مضاد الحيوي يمكن أول مرة إحنا وانتم فهمناهن بهذه الطريقة شكراً جزيلاً لك العفو يا أهلاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر